طيب عايزة أتكلم فنينا عن بوراة النهاردة ما برضو النهاردة أكيد فيه أخطاء فنية النهاردة لما تشوف الهدف الأولاني اللي دخل فينا من ناحية اليمين بتاعتنا الشمال بتاعت كوريا هو هو نفس الهدف اللي دخل فينا الهدف الرابع أخطاء فنية فين النهاردة كابتن إهاب جلال وتداركه النهاردة لأخطاء الفنية وتصليحه للتمركزات الخطأ داخل الملعب كابتن إهاب يعني برضو الفترة أسارة جدا لماذا انت تكلمت على حاجة مهمة جدا جدا؟ لمعظم الأهدف اللي جأتني من كورة عرضية كورة عرضية دي انت النهاردة عايز في الوحدة التدريبية نهاردة تخصص نهاردة بشتغل مع الديفنس تخصص نهاردة كورة عرضية تتلعب ازاي نهاردة حضرتك تبقى متبركة ازاي حضرتك شايف النهاردة الفراودة ازاي الجنب البعيد مغطيت كل هذه الأمور نهاردة ثلاث أهداف جايين ثلاث أهداف جايين نتيجة النهاردة كور عرضية كور عرضية لأن دائما اللعيب بيبقى مشغول النهاردة بالكورة ويجاة مش شاف الخصف فدائما بتبقى النهاردة فيه أخطاء دائما فيه أهداف فدي من ضمن الواحدة التدريبية اللازم يبقى فيه تخصص تخصص ولكن الكابتن إهاب ما كانش عنده الوقت لأنه بيمتلك لعيبة خلاص اللعيبة في الأندية لعيبة عندها قدرات فنية كويسة جدا فلازم يعني أخطاء برضو أخطاء دفاع النهاردة ما تحملش المدير الفني مين اللي تحمل يا كابتن فتح النهاردة هالي المدير الفني ولا اتحاد الكورة اللي تم اختيار المدير الفني لا بص احنا برضو خلينا مين المتسبب في الشكل العام اللي احنا بنشوفه اللي احنا برضو نتكلم بوقعية بعد كروش ما ماشي النهاردة خلاص أصبح الشرع المصري النهاردة مطالب أو مطالب النهاردة لأ مدير فني مصري المدير الفني المصري النهاردة برضو هو تم بناء على مواصفات واختيارات مدير الفني المصري. هل النهاردة يتم اختيار مدير مصري على ايه الاسس والمعايير. مش النهاردة على أقل حاجة لازم يكون محاق انجازات. آآ كابتن هاب جلال لعب في بطولة افريكا كونفدرالية خرج منها. محاقاش اي بطول. طب ما ايه المعايير ايه الاسس. ما هو بص حضرتك مفيش اسس لا. خلاص. مفيش اسس. انا بكلمك جد بقى. هتقول لي النهاردة السيفي بتاعتك موجودة في اتحاد الكورة. السيفي مش عارف ايه ولا الكلام ده بيحصل. آآ. النهاردة العملية كلها النهاردة ايه. عملية النهاردة ان في ود. النهاردة في مش عارف ايه ناس بتوصي ناس مش عارف ايه. حاجات كتير او مصفوات. طب ما كنت مفتحي مبروك النهاردة بتاريخه الكبير ده. مش اقول مع النادي الاهلي. مع منتخبات مصر. مليش سيفيف. فين النهاردة. فين النهاردة كنت مفتحي مبروك. من الترشيحات اللي احنا بنقعد نسمعها. يا حبيب. فلان مدير فن الاتحاد. فلان مدير فن الاتحاد. طب الراجل ده ده كاس عالم تسعين وتمانية وتسعين. واشتغل مع المنتخبات. وباع كبير في تحاد الكورة. بص يا كابتو. سيما انا بكلمك. انا مخطي. يعني انا مخطي في حق نفسي. بكلمك جد. انا النهاردة كان لازم بيقى فيه تواصل قوي جدا مع الاعلام. عشان الاعلام تلمعني وتهيقني. ده كابتو بفعت حجال وعرض كزا ده كابتو. خليني النهاردة متواجد دايما بصوا مستمرة. ولكن انا يعني معلش علاقاتي بالعالم مش قوية جدا. عشان تقدر نهاردة تبع حسحة. يعني هو النهاردة عشان اشتغل في منصب. ممكن اكون الاحق بي لازم يبالية. اه لازم. مين النهاردة المؤثر. مين المؤثر لنهاردة على قرارات اتحاد الكورة. مين المؤثر لنهاردة على الجماهير. ومين مين للعلام. يعني بتكلم بواقعية وبتكلم بصراحة. انا فاتح مبروك بقولك. انا ضعيف ضعيف في التواصل مع الاعلام. ولكن. ولكن فاتح مبروك لحد دلوقتي. انا بقول لك. اعلانية. فاتح مبروك يقدر يشتغل. ويقدر يشتغل مدير فني. ويقدر يشتغل مدير فني كويس جدا. ولكن في حاجة بقى دلوقتي بقى اصبحت في مجال الكورة القادمة. اقول لك اصله كبر. اصلي مش عارف ايه. حاجات كتير قوي. مقاييس. انا طبعا رافض هذا المبدأ. نهاردة ما خبرات تركومية جبيرة. خبرات قناعة اللي ايه بيك موجودة الحمد لله.